مع الوزيرة عندها توجه الشغل على الأرض إحنا على الأرض فإحنا خلال العشر تيامي اللي فاتوا إحنا زورنا 8 محافظات ويمكن ده الناس تلمسوا إحنا ما رحناش إحنا أول محافظة زورناها ميدانياً كانت الوادي الجديد ودي المحافظة اللي ممكن أبعد محافظة أو نقول مهمشة شوية من وبالتالي إحنا بدأنا من الأطراف صحيح بعد الوادي الجديد كنا في أسوار ومش في أي مكان إحنا كنا في الكوبانية في قرية في آخر 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 بدودنا في أسوار وبعدين نزلنا الوجه البحري فروحنا المنوفية وروحنا الدهلية وروحنا الأليوبية وروحنا المينيا كمان لأن إحنا عندنا في المينيا شغل مهم جداً على اتنين كفاية زورنا عيادات اتنين كفاية عندنا شغل على الأعاقة عندنا شغل مهم جداً في المينيا عايز أقولك سريعاً بس قبل ما نشي من المينيا المينيا دي فيها تجربة يعني مش بس تحسب لوزارة التضامن تحسب للدولة والمصرية كلها وهي فكرة إعادة استغلال الأصول إحنا كان عندنا في المينيا مكان أعد ليكون سجن سجن بدأوا العمل فيه سنة 95 وبعدين حصلت مشاكل فالمقاول ساب المكان توقف وبعدين جابوا المقاول تاني فالحاجات غلية فصرفوا عليه عشرات الملايين بابنوا سجن فجاءت الصورة فكل حاجة توقفت عندنا استثمارات كبيرة جدا محطوطة في المكان ومش عارفين نستغله ازاي فكرنا في إعادة استخدام بقى هذا السجن وتحول إلى أكبر مركز للعلاج والتعافي من الإدمان في الصعيد وكنا بنحتفل 100 متعافي من هذا المكان فهي الفكرة أن الفكرة تحيي كيان الفكرة أنك تحول مكان مهجور انت صرفت عليه عشرات الملايين ومش مستغل بالضبط تنفق عليه فلوس قليلة ويكون العائد منه كبير جدا وكان بالصدفة هو في قرية اسمها العزيمة والعزيمة أمر مهم جدا للتعافي والخروج من أزمة الإدمان مع وزارة الداخلية مثلا؟ هو بالفعل التنسيق مع وزارة الداخلية لأنه كان هو مفترض أنه سيبقى سجن الأحداث يعني زي إصلاحية فطبعا فبي أتبع عليكم إحنا بنديره بالشاركة مع وزارة الداخلية لكن طبعا إحنا بنوجه شكر وزارة الداخلية هم كانوا حضرين معنا الاستتاح وكانوا حضرين معنا الاحتفال لأنهم شريك أساسي ورئيسي في الشغل الخاص بمكافحة الإدمان أهم ما تم رصده من مع الوزيرة في الزياراتها يعني شافت إيه؟ وعايز السلبيات قبل الإيجابيات بص هقول حركة الحاجة إحنا لما بننزل بيبقى عندنا مجموعة من الملفات حتى وإحنا قبل ما نروح مجهزين ملف للزيارة بنبقى بنشتغل أكتر على قضايا بمعنى إحنا في الوادي الجديد كان عندنا قضايا مهمة جدا مجهزين ملف مش مجهزين للزيارة لا لا مجهزين ملف الوزيرة عارفة أنها نازلة والناس عارفين فبيتجهز طبعا فيه على فكرة عملنا زيارات مفاجأة وفيه زيارات كانت معدة لأنه ما ينفعش نروح فيه محافظة وفيه محافظ وفيه جهات لازم نبلغة لكن إحنا بننزل يهمنا أكتر الملفات يعني إحنا كان عندنا قضية التشغيل مهمة جدا إحنا إخواتنا في الوادي الجديد نساعدهم في خلق فرص عمل فدي كانت نقطة مهمة جدا لازم وإحنا رايحين نفكر فدي دور وزارة كل عاملة بس إحنا بنشتغل على الأسر بتاعت تكافل وكرام الناس الأكثر احتياجة الفرص العمل مش بس أن أنت تشغله في مكان لكنك تدله قرد إحنا عندنا برنامج اسمه فرصة إحنا في الوادي الجديد أطلقنا برنامج فرصة هذا البرنامج برنامج للتشغيل وتوليد فرص العمل والمشروعات الصغيرة